لكاسا دي كولتورا سيبون هيتنا دخلوا في صلب الموضوع الأغنية طيو نسموها لكم بعد شوية لقى التفاعل من محبي الأغنية الشعبية خالي نقول محبي الجو التونسي هيتناحكي ونقولوا مبروك على الأغنية هذية قبل كل شيء عايش خوية الغالية لما نلاحظ في عيني كنك متغشت علينا شوية لا والله متغش شوية بالحق صحيح شنو تحبني نقول؟ عليش انا متغشش؟ ليونو معاودني بتاقتك الإيجابية اليوم ما لقاك متغشش عليش فهمك؟ انتي عتيتني رونديفورس ستة انا ستة و بالضبط انا عملت روتار متع دقيقة حاشو جيت نلقى معنى تاكيم نقولوا احنا زوز عشرة دقائق من الوقت متاعي يتنحاو العشرة دقائق متنحاوش بش ما ندخلوش في نظرية المؤامرة كانت فهمها الزيفة قبلك الفنانة عافيف سالم اه دونك اه شنو تحبنوا نعملوا وقت اللي اه يكون فهمها ديك الاجتاعة وقت يعني نحترموا نحترموا يعني لو كانت الضيفة موش فنينة يمكن رك ما عملتش الكومنتر هيدا يا رف والله لي وانا لم حالك كان جيت الضيفة حاب انتي وعافيف سالم لاي ما نعرف وش بعضنا اما زو ماليا في العمل وكا وربيعينا وربيعيني اسمعت الغنية متاحها جديدة؟ والله ما اسمعت خطر ما انت لياش نسمع عندي غنية واحد صاحبي تحية ليه بعثي لي ويلت البارح هبتها جديدة والله التول اسمعت كلمتو في تلفون قتلو سمحني باي لك كي كنا في القوة في البرة قتل صوتها محلية ويعجبني صوتها حافيف اسمعتها قبل في النوبة تالنت وقت اللي في المشاركة النوبة تالنت تحية لناس كل عاليش الفنانين في غنيكم يعطيكم الصحة تقدمونا رسائل ايجابية وضحكة وتبسيمة وفي بعثكم دائماً نلاحظ أنه فيما تجنب أنك تشكر أو تزكي زميلك يعني. لا والله ليه. أنا ما عنديش الحكاية ذي. قل لك عليش على خاطرني الصوت اللي يعجبني. بالحق لازمني نشكره خاطر أنا بتبيعتي أبارني. بكل صراحة رأيك في صوت عفيف سلم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وأنا دي جاء نقول لك هيك على خاطرني أنا نكتب. نقطة تحسب لك الحقيقاتك صح. أنا نكتب نكتب واللحن ونفرح برشك ينلقى أصوات. عليش ليه بوركو أبان ولي نكتب له من اللعبدة ذوك. غاب شو نحكيه فيه بعد شوية طبعاً الكتيبة والتلحين. شو قل لك على حاجة أخرى زي. أنا ساعات في الحومة يجيوني أولاد الحومة صغار. يقول لي أنا سوتي باي نعرفه نغني. أيجا غني بحذي نفرح ناك. خاطر ما هي دايما الحد. وانتي حكيت على الحومة وحكيت على أنك تفرح تلقى أصوات. هيت نشوف هنا نحب ناخو الشابزين والزاوية العميقة اللي يمكن أن الناس ما تعرفيش وما عرفت هيش عليك قبل. هيت نعرف قصة الشابزين غرام الشابزين صوت الشابزين اليوم. أكيد وراك حكاية أكيد الإنسان اللي يغني. أكيد الإنسان اللي يلقي صوته للناس ويحب يتواصل مع الجمهور. ياما كانت وراها حكايات وياما. وزيد يقول لي نكتب اليوم في سكوب يعني أنك تكتب وتلحن وتغني. أكيد أكيد هذا معروف في الوسط الفني لكن نحكيه على الجمهور العريض اليوم. اللي يكتب يلحن ويغني ويلقي صوته للناس بفن شعبي. أكيد وراك قصة وراك حكاية. وقتاش بديش يبزين ومنين جيش يبزين. وكيفاش القروحو في هالمايدان الفني هذا فجأة ولا غرام. موش في أشياءتها. أنا حبيت نكون هاك. أنا حليت عيناي عمري ثمانية سنين نلقى روحي نغني معناتها. مغروم بالحق مغروم مغروم بارش. أدخلت أنا ساجدكم من منزب وزلف. تحياليك وتحيال اللي يسمع فينا الكل من منزب وزلف. الله يخليك. نلقى روحي في عمري ثمانية سنين نعمل في الموزيكة نغني معناتها. بديت ننشط في نادي الأطفال شوية معناتها مع الصغار نغني درا شنوها. نلقى روحي في فرقة سولامية. آه يعني البداية كانت من الفرقة السولامية. فن السوفي. فن السوفي. بيانصور سولامية. دخلت للسولامية عملت ما يقارب ثمانية سنوات. حتى لينوصلت عمري ستاش سبعتاش نسنة ثمانتاش نسنة. حتى في عمري وقت اللي كان عشرين سنة زادة بقاعد نخدم في السولامية. ونخدم ومامتون في الفن الشعبي. الفن الشعبي. عرض صديقي فنان زادة ايمان العاشق تحيالي. تحيالي. عنده عرض بعنوان قنديل جديد. انا عنصر من عناصر العرض هذا السوفي. واضح. من المنجدين. من المنجدين في هذا العرض. احيط. الفن الشعبي. الفن الشعبي حكاية زادة طويلة وعريضة. بديت بالكتيبة قبل ولا بالغنية قبل؟ بالغنية قبل. بديت نغني. ساعة انا صغير في الدار دي ما وين نغني 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 قولوا لي صوتك أحلوه في المزود. محليك 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 كدر شنو. سايي ركبت الحكاية فيها. شكونو الواحد اللي لاحب فيك انو عمرك ما تبطل الغنية. غني سمعني والدي صوتك. انا امي كنا بدأ داخل الدار وانا صغير في الكولوارة متاع الدار. نبدأ داخل العائلة تقاهم كل قاعدين. هاي زين غني. ش كنت تتغني في العمر هذك؟ ثمانية سنين تسعة سنين شنو والغنية؟ ناجمت دندنين لنا غنية من الغنية اللي كنت تغني فيهم وين تسعين؟ من أول الغاني اللي بديت نحفظ فيهم. كان عشقي وغرامي لطفي جرمان الله يا رحمه. في عمر ثمانية سنين أنا من عام واحد وتسعين في عمر ثمانية سنين لطفي جرمان عامل سوكسية. iformاياarchy. في وقت الي أنا عمري ثمانية سنين لطفي جرمان عامل سوكسية. بيني وبيناك ن Tindereon بيني وبيناك بيني وبيناك بيني وبيناك الفيزة يا لحبيبة وثنيتي لك ثنيتي لك ثنيتي لك صعيباك وانت غريباك بني وبينك سبع بحور لا طيار ولا بابور ودي نتعلي في الصور يا والله حكاية غريبة آشل قلت يا لحبيبة واشلح كيلت وانت غريبة نشكي لك ولا نبكي لك يا لحبيبة بغفوش شابزين بغفوش نعرف نتفهم ظروف العمل نتفهم الليل زادة اللي يتعب الفنين اليوم اللي يخلي الفنين يشقى ويغني حتى يكون الانتاج متوفر على الاقل عجبتني على الاقل وعلى خاطر حكينا فيه الموضوع هذي في الاقل وحسيت من الشابزين انه فهم نوعا ما التقلقاتي كالكلام متاع نندج ونتعب وقاعدين نغني وقاعدين ناخد مبليل قاعدين نلوج ودائما على انتاج ذاتي حسيت انه مفراش دعم اليوم حسيت فهم حرقة وقلق من الشابزين فهم برش بصدق والله بصدق خاطر تعب كبير تلقى روحك انا الساعة كيفاش كتشفت روحي اليان تكتب واللحن مم باش النقص على روحي شارج الاغاني علاش النجم انا مشي نتعامل مع شاعر غنائي مشي اخذ عليها زادة فلوس مو لحن مشي اخذ عليها فلوس وليت انا كي انا عندي الموهبة هذيك والاحساس هذيك يعني تكاليف الالتاج كانت اسبب باش تخليك تكتشف موهبتك وتقول انا قادر باش نعمل الشي هده انا عم سيدي اقسم بالله انا اكتشفت روحي اه اقصدت فم شاعر غنائي مش عالين في ذكر الاسماء اقصدتو في غنائي اه في غضب علش ما نسميوش الى لأ ما نحبش نسميها على خاطر يفهمه خلاف اليوم بنتكم مش خلاف لا والله لي نحنا ما نتكالموش نجي تاو نذكر اسمه الله معاه خويا وعشيري وربي يعاونه فمت قصدتو في غنائي معنى الغنائي اللي حبيت عليها انا معناتا كي ما نقولوا احنا خلي ليك الغناية هذيك بريود أخرى ونأخذها من عندك ونعطيك حق فهمت؟ اكل بريود ممكن أنا توقلت شوية عليه وفهم ما شكونا عجبته الغناية تعطاها الغيري فهمت؟ اللي هو أعطاني كل مقالين خليها لك خي أنا قاعد بني وبينروحي قلت أنا ما نفهم وذيك نعمل مقامات ونفهم مقامات ونعزف إيقاعات وكذا عليش ما نكتبج واللحن وحدي سيد يجا أنا قبل كنت معناتها وانا نقرة كنت مغروم بالكتيبة مش خاطر فهمة فرق بين الشعر الغنائي وبين الكتبة معناتها العادية امم اي شبيني أنا نكتب في حاجات أخرين كيما القيصص كيما الفازات؟ وعلاش ما نكتبج أنا غنيات؟ الشعر الغنائي نوالي نمشي حليت عليها الكتاب كيفاش يجي هكا يعني حليت الكتاب على الشعر الغنائي وقلت شبيني ما نكتبش ومن الفترة هذيك أصبحت تنتج أصبحت تكتب يعني تحضر في غنيتك وكل شيء أو شو أقول لك عليش خاطر الناس اللي يسمعوا فينا الطاوة كان يحبوا يعرفوا المرحلة الفيصلية خلي نقول اللي عديتك من مرحلة الغنياء والإنتاج الكتابي يا مر 18 سنة وقت الفترة هذية بتبعبش نحكيه عليها بعد وقت الإشهر في فرحة جديدة اللي بشيحة الفينابل بجانب الأقوة ما تخل المدين العربي نهار 6-28-20-20 30% تخفيف سبيسال أوفتور على نوفيل كونكسيون أوميغا 100 كامل النهار ملا إيجوا في سعر ومتراتيوش الفرصة سيكواب www.omis.com.com رجعنا لكم في الكاسة دي كولتورا ما زلنا مواصلنا مع الشيب زين به الشيب زين قتلي كنت تكتب كنت اكتشفت أنه عندك موهبة الكتابة وقت اللي صارت معاملات وفهمت أنه تكاليف الانتاج موشتة نوعا ما تزيد تقوى تزيد تكبر تلقى روحك أنت بش تشري غناية تشري يعني تعمل عندي الشاعر الغنائي وبعدش تمشي الملاحن بشي لحلك هذي كان زيدا شارج كبير عليك مع أنت بش تمشي للستوديو وش تسجل لغناية وش تجيب عاصفين في الستوديو فهمت؟ زيدا بتكلفة وانت تصور كليب بش ما ناكلش حق الزمالي الفنانين اللي موجودين في الوطن القبلي لكن كيفش نحكيه على منزل بوزلفة الصوت خلي نقول الشابزين معتها قليل سرار نادر بش تلقى الصوت ما كانش فما دعم اللي دارين بيك في المنطقة في منزل بوزلفة بش الناس اللي تديز معاك لأنه الصوت الحقيقة يبيع بلك دي حتى للمنطقة ومنزل بوزلفة فيها العديد من الفنانين الشعبيين وفيها ناس يحبوا برشا معناتها الفن الشعب ما شاء الله احنا عنا بالحق تي قتلي توحاجة مزيانة برشا احنا في منزل بوزلفة انا في حونتي برك عنا اربعة من ناس نغنيوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللي كنت نحكي على العرض متاعه عنده برشا انتاجيات زادة ام ام فما صديقي زادة مصطفى بن حجل قبلت عاملت معاه في غناية ولحن اللي اكتب لي ولحن اللي غناية هو مصطفى الدليجي مصطفى الدليجي بيانسوره معناتها غني عن التعريف مصطفى فهمت ما فميش تواصل مع مصطفى الدليجي لا ما فميش تواصل حادي علاقة عادية معناتها متاع اصحاب اخوات سلام ستوفة سلام زين سافاش نحوالك قبل كنت نشتغل معاه نخدم معاه خدمت معاه معناتها في في الجروب متاعه معناتها فرقة بتاعه وهذي كهي معناتها علاقتنا عادية فهمتها ما بحثتش انك تكون في بروجي مع الفنان مصطفى دليجي كلمات تعطيه ولا تاخد من عنده يا انه ابناء المنطقة لا اعطاني زوز اغاني اللي هو موينك وتصالحنا الفين وربعتاش الفين وخمستاش اعملت زوز اغانيات وينك وتصالحنا من عنده كلمات وانحنوه من عنده مصطفى دليجي اي تحية ليه طبعا تحية ليه به بعد اكتشاف موهبة الغناء منذ سن الصغر ثمانية سنين اكتشفت الموهبة متاعك التكاليف الانتاج نربط معاك كانت سبب انه خليك تقرب اكثر انك تكون كاتب او شاعر غنائي انصح التعبير تلقى روحك في سيدام مع الواقع ايوي خاتر اليوم كن نعمل روشيرش ونعمل سيفي ارتيستيك الشابزين بن براهم نلقاك شحيح الانتاج بن براهم سمحني طبعا مع حفظ الالقاب نلقاك شحيح الانتاج نوعا ما ما فاميش انتاج غزير لا مش شحيح الانتاج كنقوله شحيح الانتاج يعني ما فاميش توقيت معين توعد بيش جماهيرك انه فما بنظام اغاني موجودة هذا هو خليل نقوله بكل صراح ما روكي نحكيه على فنين نحكيه على استراتيجية مو عين انا نخدم بلايش استراتيجية قولك عليش هذا خطأ كبير خطأ كبير برشا 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 انا نخدم بلايش استراتيجية على خاطر كل شيء نقيت روحي كل شيء نعمل فيه وحدي فهمت راو سيب بفاصيل رك تتعب برشا رك تلقى روحك ملزوم باش تعمل انتاجيت وباش تسوقهم وباش 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 وهذا كل تعمل فيه وحدك راوية شيب زين وقتلي نحكيه وقتلي يكون عندي ضيف مش نحكي معه فيه موزيك ونحكي معه الكارير أرتيستيك متاعه رانا نسألوا زادة الجمهور المقرب في الوطن القبلي اللي يعرف اسم الشيب زين يعرفون؟ تقريبا تقريبا كل الناس اللي سألناها تقول الصوت موجود والخدمة موجود أنا طوى عندي في رسيدي 14 أغنية لكن عليش ما نراوش الشاب أي أكيد هيدا طبعا تفضل أنا عندي 14 أغنية أعطيني فنان شعبي في عمري أنا طوى عنده 14 أغنية واضح بالإمكانيات الضعيفة متاعي المادية إمكانيات المادية الضعيفة يعني وهذا ما في شي مشكلة يعني جل الفنانين تعديوا بالمرحلة الصعبة هذي لكن شب زين راووا الجمهور اليوم يقول لك عليش ما نراوش الشاب زين في برامج تلفازية كبيرة عليش ما نراوش الشاب زين يقرب أكثر للجمهور العريف الصوت موجود الأغنية جميلة الكلمات الحقيقة أنا سمعه بعض شوية مع بعضنا أنا جوي ديما سيبون فما ذكي حتى في الأغنية فما الأغنية اللطيفة اللي تتسمعها وما تقلقش في الوذنين وامبوريتميك وفما زيد الشعبي الموزون الرزين اللي فيه رسائل وهذا ممتز جدا يعني موجود ومتوفر فيه على فكرة أخوي يا مروين سمحني نقص على كلامك بالعسل أنا الشعبي عملته بطرق متعدة فهمت أحنا خطر من اللي عرفنا الفن الشعبي اللي هو المزود فهمت نحكيه عالمزود خطر يفرق بين المزود والقاسبة والذكرة أنا مش نحكي عالمزود أنا خطر أذك الإختصاص اللي أنا فيه بيه أنا وصلت عملت إغناية ريجي بكلام مزود مستروبونتار ريجي ما فيهاش صوت مزود جملة أما كيت تسمع تسمع قرجومة عبد مزاودي يغني وعامل أنا علش في التسمية الإسمية متاعي عامل شاب زين نورمال مو شاب زين معتها كلمة شاب دي ما نلقاوها مربوطة بالفنانين اللي يغنيوا الراي وبيان اللي يغنيوا القاسبة فهمت أنا كيخترت التسمية الإسمية متاعي قالوا لي علش شاب زين وانت يتغني في المزود قلت لهم على خاطر باش نغني الراي بالطريقة اللي أنا نحب نحنها بها أنا عندي غناية زيدة في جاو الراي نجم حتى نسمعك منها اي بيت سور انت تقول اي بيت سور اي بيت سور اللي شفتك تبرد النار عمل ود المحفوذي اه يعني استيل هذا موجود ترافي روحك اكثر معناها؟ رافي روحي نجم رافي روحي انا اشوف انا فنيا انا راني ذارب تعرش ما هيطها ذارب؟ ذارب بمعنى مهبول مهبول على الاخر علش انت قبيلك فمش قيود فنية بالنسبة لك قبيلك قتلي علش ما تعملش استراتيجي على خاطر ما نجمش نعمل استراتيجي نقول لك من اهم الحاجات ما تخلينيش نعمل استراتيجي انا توقعت بحديك نجم انت تقول كلمة الراوح نكتب علىها غناية تركبلي باش غدوة نمشي نسجلها منين جاتني الاستراتيجي اي موة اذا حابوا ننجحوا ونوصلوا لمرحلة معينة متاع العمل اللي يكون منظم نعرف موش غريب على الفنين واني يكون مهبول واذا اذا مكش مهبول راك مكش فنين مكش تغني ليوه هذا انا معاك فيه لكن على اقل ما فاميش مناجير ما فاميش شركة انتجوراك ما فاميش مش نرجعو للظروف المادية في تونس ما عنيش شركات انتاج وينهم معنش موجودين موجودين وينهم رسمكم كلمونا بجا ربي اخوي اربعة خمسين خمسمية وعشرة سفر تساعة وعهين منزل بوزل با الاربعة ناجة لي باش حامب وجاوكم باي راني منين تدوروني ندور بي هكثرشي من هك بي دونك اه واضح واضح اش فش نقولك بوقتي اللي نقول لك راو ما فاميش اه نستنيو انو تكون موجود في دي جروند بلاتفورم كبار قطر كيسئن الرجمهور نرجعلك للسؤال اللي بدين ابيه راو اي حبي اه يقولوا الصوت موجود ونبرة الصوت غريبة ومهوش مك الصوت المألوف والبروفيل محلي ارتيستيك مو بارلان عاليش ما نروشي في برامج كبرى هدا مغيب انتي من الاعلام ما تتوصلتش ما تحصلتش على اه برامج تلفازية معينة انك باش تتعدى وتقدم صوتك للناس انو منحق الجمهور اليومة انو يسمع الصوت الشابزين منحق الجمهور اليومة انو يتعرف على شخصيتك العميق وانتي حتى في الاعلام هاو نرجعو تاولي للاعلام ونقوله شحيحة الظهوري تيدي شحيح بتضبطه مش انا شحيح اما اليومة في مش انا شحيح هما هما شحيحين هما يعني ما تواصلوا معاك شوف اه فما مرة قاعد في الدار قلت بش نكتب غناية اسمها خلي نمروك تنكلموك اه تعرف هذي خلي نمروك تنكلموك بسبب الحاجة اللي خليتني يننتج موزيكا 2012 قاعد بعد الوالدة في الدار نتفرش في التلفزي قال اي فنان يعمل انتاج موسيقي تونسي فازات الدراشنية انكلموه ومرحبا بيه وإلا يجيبنا الانتاجات متاعه ويدق البيبان ورنا نعديوه فازاته دقيت البيبان وانا وقتا شوف قبل ما ندق البيبان فما راحل يزمك تتعدى بيه شوف مثلا انا توا غدوا يجيني بساج فيه اي قناة تلفزي كان انا منيش كبابل للبساج هذيك بش خلي روحي سمحني في الكلمة ضحكة ما نمشيش انا كي اخترت بش نغني بش نبدأ ننتج راني عارف روحي فنان محترف بأتم معنى الكلمة ما نستحقش تذكيت معنى في اللي تحب انت في اللي تحب انت يعني انت مثلا توا تجيب لي انا على فكرة تكوين عيسامي في الموسيقى ما تكون عيسامي لقرية الموزيكة لا حد شيء وهذا لا يمس في الموسيقى ويجيب لي توا بروف موزيكة نقعد دانوية نحكيه عالطبقات وعالمقامات الموسيقية خيرة الفنانين اللي في العالم كانت تكوين انتهم عيسامي سيد علي الرياحي سيد علي الرياحي تكوين عيسامي فهمت؟ شوف انت يقولوا معت الله الشاي من عند ربك من عند الله سبحانه فهمت؟ نرجعلك اخوية مروين بالحق راو انا شحيح الظهور مش انا شحيح الظهور راو كيف قتلك بديت منتج ما فماش قناة تلفازية ما كلمتهاش وما مشيت لهاش وما دقدقتش على البيبان فهمت؟ فما بعض القنوات اللي يرحم والديهم عداوني والنجم نذكرهم فهميش مشكلة نبدا بوخايتي ميسى باديس يا رحم والديك والدها تعديت معاها دبما عملت اه اول اميسيون عملتها لقي لها الا الله سيدنا وحمد رسول الله في تونسنا؟ لأ قبل تونسنا تلفزا تيفي تلفزا تيفي تلفزا تيفي تلفزا تيفي مبعد عاودت عملت انتاج وقتها في غناية اخرى عايتتلي تعديت معاها في تونسنا في الماك بلوس تحية لها تحية كبيرة برشا كبيرة برشا كبيرة برشا الناعيمة بن عمار الوطنية ثنين شجعتني برشا ووقفت معايا برشا وديما تشجعني وتقول يزين نخدم على روحك رقب الحق محلك وهذا دور الاعلامي طبعا دور الاعلامي الصحيح يا صاحبي خاطر ما يدوم الا صحيح فهمت؟ شكون اخر يا ربي باش من انساش بالنسبة للي راديو ما نكذبش اعملت تورنية كبيرة برشا في اللي راديو انا اول بصاج ليا اعلامي كان في راديو اما فهم سوسا مع اخويا باشير حسن تحية لي وتحيال لكل من امن بصوت ان يتحيل بان براهي اليوم تقول نخدم من غير استراتيجي وقت إلي تقول نخدم من غير استراتيجي اليوم يعش؟ نقول الجمهور يستناك في ظهور اعلامي்كبير وقت اللي انتي في حد نفسك كيف ينوب عليها ربي يطاويا عالديوني تصرح بهذا وتقول نخدم من غي ستراتيجية كيف ينوب عليها ربي يطاويا عالديوني اليوم انا كموعد بيش كون نتصل بيش نتحصل على الاشي بزين تتصل بزين بامراهيم يعني اعطيتكم نمرويا نحاود نعطي نمرويا 54-510-49 بيه نتفادي بالاشعار بيه ياما تعيش والدمانة ذاية ياما ننجح بيه فيه بمجهودي وبرجلتي وبحساسي وبفني ياما ننجحش بيه حاشا اخويا سامحني مش نقول كلمة ماما ما تجيش بيهزين القفة مش منطبعي وإلا بجعالة ولا ولا بفازات أخرى ولا ولا الشابزين عسلامة مرحبا الحمدلله هاي والله قيتلك بساج هاي وين البساج والله في البلاسة الفلاني هاي قديش والله يدر قديش اخويا ما نقدرش انا سبحان الله ما نقدرش خي انا بالحق ما نقدرش عندي ظروفي في العائلة عندي ظروفي العائلية والاجتماعية وحياتي الخاصة انا كشخص وفهمتني تقول لي انتي باي اليوم بساج في تلف زاية سماك لنوي لنوي ايه انا كمواطن تونسي هذا يقوم اشوف هذا راو بساج في تلزكي بش نحكيه عليه هنقولوا احنا راو فهم استراتيجي متاع فنين يبحث على النجاح نبحث عن نجاح خان تواصلوا معاك خان تواصلوا معاك ونبدلوا الفكرة بفكرة راو فهمة فنين يبحث على النجاح يبحث على انه يقدم نفسه للجمهور العريف عنده استراتيجية عمل واضحة لهنا البرامج التلفزية خالي نقول وهم طبعا احرار في اختياراتهم طبعا انتي من حقك انك ترفض ومن حقك انك تقبل سامحنا مش نجاوبك في سؤال خلنا نكمله نحنا في هذو ما الفنين قادر انه يسوق لي نفسه استراتيجي يقول لك الفنين انا راني عندي استراتيجية معاينة متاع عمل نخدم بها واضح لهنا هو خير انه يكون وهذا طبعا قاموا به العديد من الفنانين والفنانات معناتها بقى اعطوا الناجحات 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 هم اللي اختارنا معانتها بش يختم استراتيجية هذة قلت لي نسأل انا الشاب زين ونقل له هل فما استراتيجية واضحة هو في نفسه يصرح ويقول ما عندي استراتيجية واضحة كيف تحق خدمة لهنا نفهم انه عندما يتم تغيبك او ما نراوكش ام ظهور في ظهور اعلامية بكثرة نفهم انه هذا الشاب زين هالي طريقة العمل والتعامل مع الشاب زين ولا عايبة في ذلك لاي لا مش غادي المشكلة والله انتي هزيت الموضوع للخطأ. سمحني. شوف. حسب تقديري. حسب تقديري بينصور. حسب رأيك. انا طوى قاعد اخرجت من باح ذاك طوى. بشي كلمني اعلامي معروف. مثال. مثلا شي قولي بشي تجيش تعدم في اقوى ايميسيون اللي هي كذا كذا. معروفين اللي ايميسيونات لقويين. بللي هما مثال. اللي هما ببقي مثال. انا طوى اني خرج من هوني. بكلمني هادي زعيم يقول لي سيزين بنبراهيم. قل له ايه تفضل. يقول لي انتي اه ام في تي بحثينا مثلا في اه في اه الحوار ولا درجة. فكرة سامي الفهري. فكرة سامي الفهري. باه. نقول له ليه ما انا جامش ما عنديش استراتيجية. تي بش نمشي. بش نمشي. ومن الاخر بش نمشي نجري. تي ما او هكا بصدق ولا خطر من اقوى الميسيونات اللي يتفرجوا فيها العباد. راو المعد و الى المنتج ولا الماناجر اللي انتي توقع تلوج عليه. راو يتبع الفنين ويشوف استراتيجي متياه وقبل كل شي. ما فهمتكش. وقت اللي نحكيه وقنا نعود هيلك. هو ترشي تبع. حبيد طهر من الحقيقة كما هي. انا كلموني برشة اخويا مروين. نعرفو هيدا روني تفهموه يا شي بزين. راو انا شو نقول لك. انا فنين مانيش باكو رايب عايش اخويا. اكيد اكيد وهذا انا معك فيه. نعم ببليسيتي انا شو اسمو اذيك باكو رايب. نسميوش نتفيدو على الاشهار. بيه. مريك. تعملت لكم برشة ببليسيتي ليو. ديه مش مشكلة. خلصوني يا اخويا يا رحم والديك. بيه واضح. دونك انتي اه تخلصنا كيتسمعنا صوتك. وكيتجيت تسمع صوتك للجمهورة متاعك. الله يخي. وما تكونش اه شاحيحة وتسمع الناس اللي يسمعوا فينا طوي دايور بشنو طلب منك بعض اغنية على الامهات اه. الله يبير. فرصة يفينوا عيد الامهات. الله يبير. سمعنا صوت اه اغنية بصوت الفنانة اه عافف سالم. نحبو بزادة كيف نسمعوا اغنية اه بمناسبة عيد الامهات. الله يبير. من صوت الشاب زين بامراه. ما احنا طوي بش نعملوا ترتيحها صغيرة. ونرجعوا بعد شوية نسمعوا الهدية اللي بشي قدمها الشاب زين بامراها الامهات اللي يسمعوا فينا طوي.